اخبار اليوم مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الذي توجه وعدد من السادة الوزراء الى موقع الحادث كما وجه السيد الرئيس باهمية قيام لجنة التحقيقات التي شكلتها وزارة الطيران المدني بانجاز مهمتها بشكل جاد وسريع في الوقوف على ملابسات الحادث بالاضافة الى مواصلة التنصيق مع السلطات الروسية المعنية بهذا الشأن